اصنع فاصنع ما شئت ابن عبد البر قال هذا لفظ هذا النص إذا لم تستحي فاصنع ما شئت اصنع قال هذا لفظ أمر ولكن معناه خبر معناه خبر كأنه يقول من لم يكن له حياء فإنه يستوي عنده فعل الحرام والحلال والمقبول والمرفوض والجائز والممنؤ هذا هو المعنى قال هو أمر ولكنه في صيغة خبر قال من لم يستحي إذا أضاع الحياء فإنه سيستوي عنده الحلال والحرام والممنوع وغير الممنوع يفعل ما يشاء ليس له ضابط ولا رابط وليس له ضمير وليس له دين وليس له مرؤة تمنعه من فعل الخطأ إذا فقد الحياء وقال أبو دولف معناه إذا لم تصنع الظن ولم تخشى خالقاً ولم تستحي من مخلوق ففعل ما شئته هو الإنسان لماذا لا يفعل الحرام ولا يفعل المنكرات ولا يفعل سيئة لأنه يخاف الله أو يخاف أن يراه الناس في موقع يستحي أن يراه الناس فيه عادة هكذا أو ضميره لا يسمح له وكم ثروة تعجز الحاسبة تسلمت وهي لبعض التجار فقلت أفر بها هاربة فقال ضميري حذاري حذار شكوت ضميري شكات الجهول ونحت على الحظ نوح الغراب فأسمعني الله صوتاً يقول أتشكو ضميرك يا ابن التراب ولولا ضميري لما كنت حياً ولولا ضميري لما كنت شياً الإنسان ناقص ضمير يساوي سفر كما قال ملك بن نبي رحمه الله الإنسان بلا ضمير عدم أو هو كالأنعام كما عبر القرآن الكريم كالنعم ليس له عقل وليس له ضمير وليس له دين وليس له وازع وازع يمنعه من أن يفعل الفعل وقيل إنها بمعنى التحذير والوعيد على قلة الحياة وقد أخذوا هذا من قول القائل إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياة إذا ذهب الحياة من المجتمع ومن الناس ومن الذكر ومن الأنثى ماذا يفيد المجتمع آنئذن أن يبقى موجوداً إذا ذهب الحياة اختل الميزان وفسدت الأخلاق وذهب الضمير وفسدت علاقات الناس لا تصبح مفيدة فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياة وفيه من يقول بأن إذا لم تستحي ففعل ما شئت قال إنه إذا كان الفعل مما لا يستحيا منه ففعله ولا يهم كما قال الناس أخذ المعنى المعاكس تماماً قال إذا كان الفعل لا يستحيا منه قال مثلاً مسألة في الحيض تسأل عنها المرأة مسألة في الغائط والنجاسات المختلفة ويسأل عنها الرجل يسأل عنها الإمام يسأل عنها العالم والفقيه والنبي عليه الصلاة والسلام من قبله كان يسأل عن هذا قال كان يقال كانو إذا لم تستحي إذا لم تستحي ففعل ما شئت أي أنت إذا أنت كنت غير مستحين في سؤالك عن شيء ففعل ما شئت لكن هذا لا يقبله الذوق العربي ولا يقبله اللسان لأنه إذا لم تستحي فاسأل ما شئت يكون معناه مقبول نوعاً ما لكن أن يقول إذا لم تستحي ففعل ما شئت ففعل ما يستحيا منه ولا تنظر إلى الناس هذا أمر غير مقبل